ازاي تعمل نموذج بحثة في الاكسل يعني ايه نموذج بحث يعني تعمل مربع بحثة للبيانات بتاعتك او للجدول بتاعتك حيز ان انت تكتب مثلا اسم الموظف او المحافظة بتاعته يبدأ يظهر لك البيانات بتاعته او يعلم لك علامة في الجدول اي ان كان مكان الموظف ده يروح اعمل لك عليه علامة بالبيانات بتاعته كلها هنعرف نعمل ده مع بعض في الفيديو ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة يلا بينا سأرتك انت بهذا machen اجتب ان اي افتراضيع افتراضيع مع الفيديو ؟ احدث باحث ان كانت طرح لديك البيانات جاهزة او او كان العدد اللي موجوده ب الاسم ازا نرى الآن بعد كده هنيجي نكتب الوظيفة بالشكل ده بعد كده ممكن نيجي نكتب الراتب زي ما احنا شايفين قدامنا ممكن كمان نكتب الكود بالشكل ده ممكن كمان ناخد معاه المحافظة بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا طبعا ايا كان عدد البيانات اللي موجودة عندك او كمية اللي موجودة عندك هنعملها عادي ما فيش مشكلة مش هيحصل معك اي مشاكل هنيجي مثلا كده زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده نبدأ نكتب البيانات دي طبعا انا هكتب البيانات دي بسرعة وارجعلكه علشان وقت الريدي زي ما احنا شايفين كده انا كتبت البيانات بالشكل ده نبدأ بقى ان احنا نحملها جدول بالشكل ده نخليها مثلا في المنتصف ونزبط الكلام كده بتاعنا ونعملوا اول بوردرز من هنا كده زي ما احنا شايفين قدامنا ممكن نكبر الخليات دي شوية نبدأ بقى نجي فوق هنا نعمل مربع البحث هنجي نكتب كده مربع البحث او نكتب البحث مفيش مشكلة اللي انت عايزه تكتبه مفيش اي مشكلة نبدأ نوسع ده شوية كده ونوسع الخانة اللي هنبحث فيها زي ما احنا شايفين قدامنا ممكن بردو دي نعمل لها بوردو اول بوردرز ونخلي بولد ونبدأ انه وسطا الكلام بتاعنا ممكن نكبره سنة صغيرة زي ما احنا شايفين قدامنا حبيت بقى ان انت تعمل ايه بقى ان انت تتنسق الجدول مفيش مشكلة ممكن نخلي دول كده نخليها مثلا وليكن يبقى اللون مثلا زي اللون ممكن نخليه العكس نخلي اللون ده كده ونخليه سويت زي ما هو والاسم مثلا ممكن نخليه لون زي مثلا اللون ده بالشكل الي احنا شايفين قدامنا ده ونجد الكلام يكون لونه وبيض نفس الكلام هنا فوق ممكن نجعل القائمة أو المكان بتاع البحث المربع ده نجعل مثلاً هذه القائمة باللون الأزرق المساء بالشكل اللي احنا شايفين وهوical هنيجى بقى نعمل المعادلة بتاعي طبعاً المعادلة نعملها أو مربع البحث نعملها وينفع مع البيانات عندك لا يوجد أي مشكلة ايان كان حجم البيانات او قطر البيانات اللي الموضع عندك ممكن بقى نجد لون كده بالمرة ان احنا مسلاً نجعله لون اغضر زيده نبدأ بقى نعمل المعادلة بتاعتنا هنجي نكتب يوساوي ونبحث عن معادلة سيرش بالشكل ده وهنختارها بعد كده هنحدد مربع اللي احنا هنبحث فيه زي ما احنا شايفين كده وهنثبته بقى فاربعة بالشكل اللي احنا شايفينه هنعمل بقى علامة الكومة او الفاصلة بتاعتنا ونحدد الخانة اللي فيها الاسم بعد كده هنبدأ ندوس على فاربعة تلت مره هندوس مثلا اول مرة وتاني مرة تلت مرة لحد ما تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده هنعمل علامة الاند اللي هي شفت ورقم سبعة وبعد كده هنجي نحدد المحافظة بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده ونضغط برضه افاربعة تلت مرات عشان تبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه كده بعد كده هنعمل الفاصلة ونقول له ابدأ معانا من اول عمود اللي هو الاسم زي ما احنا شايفينه قدامنا كده يبدأ يحدد لنا من اول عمود بعد ذلك سنقفل القوص بالشكل نقفل القوص بالشكل نضغط نقفل Enter كما نقفل المعادلة نأخذ المعادلة بتاعتنا كده Ctrl-C بالشكل بعد ذلك نحدد البيانات أو الجدول ونقفل Conditional Formatting ونختار نيرول بالشكل وبعد ذلك نقفل Use a formula ونضع المعادلة بتاعتنا Based كما نرى هنيجي عن Format ونقفل ما بقى أن تطلب البيانات تصبح منطللها باللون الأحمر بعد ذلك نقفل هنا نجد المعادلة بتاعتنا هكتب مثلا وليكن المحافظة أقول له الغرداء بالشكل الغرداء بعد ذلك نقفل Enter كما نرى قدامنا علمناك على المحافظة أو الأشخاص الذين من محافظة الغرداء ببياناتهم كما نرى لو لاحظنا حاجة لو جينا مساحنا كده الغرداء بالشكل ده هنلاحظ ان الجدوى الكله معمول باللون الأحمر أنا مش عايز ان الجدوى ليبقى بالشكل ده هحدد الجدوى البتاعي بالشكل ده بعد كده هاجي عند Conditional Formatting و هنعمل Edit للرول بتاعتنا من هنا كده هنيجي بقى هنا كده نعمل Edit بالشكل ده بعد كده هنيجي هنا كده في الأول هنقول له F بالشكل ده هنكتب F هنفتح قوس وبعد كده هنبدأ ان احنا نحدد الخانة بتاعت البحث بتاعتنا وبعد كده هنعمل علامة اكبر واصغر من زي ما احنا شايفين قدامنا كده هنعمل Cuttion Mark بالشكل ده وبعد كده نعمل فاصلة هنيجي بقى في الاخر خالص هنا كده هنعمل فاصلة وهنعمل Cuttion Mark برده زي ما احنا شايفين كده هنقفل بقى القوس على المعادلة كلها وبعد كده نقول له اوكي وبعد كده apply اوكي هنلاقي الموضوع تحل معايا لو جينا بقى كتبنا اي حاجة مثلا وليكن لو جينا بقى كتبنا السيود بالشكل ده ودغطنا enter هيحدد لنا البيانات على طول زي ما احنا شايفين كده نجي مسلا نجرب القاهرة بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا برضو هيعلم لنا على القاهرة وبردو لو جيت كربت مثلا الجيزة زي ما احنا شايفين كده هيعلم لك على الجيزة زي ما احنا شايفين الموضوع بسيط جدا طبعا دي ممكن تمسحها عادي مفيش اي مشكلة احنا بش محتاجينها تاني وصلة فلو جينا مثلا كتبنا هنا مثلا الغرداء زي ما احنا شايفين كده وضغطنا enter هيعلم لنا على الغرداء كمان ممكن ان انا اقدر ابحث بالاسم يعني لو جيت كتبت مثلا سعيد بالشكل ده وضغطت enter برضو هيعلم لك على البيانات بتاعت سعيد لو جيت مثلا كتبت اسلام بالشكل ده برضو نفس الكلام هيعلم لك على البنات يعني ممكن تقدر تبحث بالاسم او المحافظة طبعا احنا عملنا في المعادلة لما جينا عملناها اخططنا الاسم والمحافظة وبكده نكون وصلنا للاقية الفيديو ولو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو وتشارك الفيديو علشان الكل استفاد والسلام عليكم